بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون أيها المواطنات أبناء جابس العزيزة في إطار السعي إلى تكريس وبناء الديمقراطية في تونس نتقدم إليكم بقائمة حزب البناء الوطني التي بها سنمثلكم في مجلس نواب الشعب إن شاء الله وسندافعه بكل ما أوتنا من جهد وإرادة قوية لتحقيق أهداف الثورة من محاسبة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعية وبناء الدولة الحديثة مع المحافظة على قيمنا الإسلامية وهويتنا العربية ومكاسبنا الوطنية ومن هنا سنسعى إلى الابتعاد عن كل تجاذبات الإديولوجية أو النعارات الجهوية التي لا تنفع المواطن بسيط في شيء ونركز كل اهتماماتنا نحو إعادة حقوق أبناء جابس والمتمثلة فيه أولا الحق في بيئة نظيفة وذلك بالكف عن إلقاء المخلفات الكيميائية في البحر بتكديسها خارج أماكن العمران إلى حين التمكن من رسكرتها ووضع محطات لتصفية الغازات المنبعثة من المجمع الكيميائي ثانيا الحق في الرعاية الصحية الجيدة بإحداث صندوق لتعويض المتضررين من التلوث وإحداث مستشفى جهوي متطور ثالثا ضمان حقوق الأجيال القادمة من الصروة المائية إذ سنسعى جاهدين إلى حسن استخدام المائدة المائية وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر خاصة بالمجمع الكيميائي رابعا الحق في التشغيل لكل أبناء الجهة إذ سندفع المسؤولين الجهويين إلى التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة التي من بينها المناطق الصناعية المبرمجة وجلب المستثمرين إليها كما وضعنا استراتيجية فعالة لإثراء المنتوج السياحي وذلك بتطوير المناطق السياحية وربط بعضها ببعض والمتمثلة في البحر بإنشاء وحدات فندقية بالزارات والجبل بترميم القرى الجبلية بمطماطة والواحة بإصلاح الواحات المنكوبة والحامة بتطوير المحطات الاستشفائية كما أننا سنقوم مجاهدين بتنشيط مطار جابس مطماطة برحلات قارة نحو الخارج وبإصلاح وتطوير السكة الحديدية أبناء جابس الأعزاء أننا سنكون عمليين وفعالين ومساندين لكل من يريد بناء جهتنا بكل إخلاص وتفان فلا تبخلوا علينا بتأييدكم وكونوا في الموعد يوم 26 أكتوبر لتنتخبوا القائمة الرقم 20 قائمة حزب البناء الوطني قائمة السنبولة والقلم فمعا لنبني أسس صلبة لمستقبل تونس العزيزة عاشت تونس حرة مستقلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته